قانون المحروقات الجديد هل هو مكسب للجزائر أم مجرد خضوع للأجانب للإجابة عن كل هذه الاستفسارات وكل هذه المغلطات وممكن جدل كبير حول هذا المشروع قانون المحروقات الجديد نسعده باستضافة الأستاذ مهما بوزيان الخبير في الملفة الطاقوي صباح الخير مرحبا مرحبا كذلك بالأستاذ الاقتصاد بجامعة بشار الأستاذ مختار علالي صباح الخير مرحبا أبدأ معك الأستاذ مختار علالي نظرة تاعك لهذا المشروع مشروع قانون المحروقات الجديد أنت تعلم أنه حديث كبير في شارع الجزائري هل تعتبره مكسب للجزائر أم خضوع بالفعل للأجانب؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المرسلين نشكر قناة النهار على الاستضافة في تحليل هذا الموضوع مع الأستاذ الخبير في المجال الطاقوي أولا في الناحية الاقتصادية نحن نتكلم بالاختصاص الجانب الاقتصادي يعني الضرائب والرسوم التي سيعفى منها الأجانب هي مبلغ دخمة نوعا ما وبالتالي تنقص مداخل ميزانية الدولة في هذا الجانب الجانب آخر ربما أن الأجانب لما نشجحهم كتحفيز في هذا الجانب لجلب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر في هذا المجال فيه إمكانياء لكن الإشكال الذي بقي مطروحا كيف أن الشركات الأجنبية كانت تعارض القاعدة 51-49 وحاليا قابلت بها بمعنى أن التحفيزات في المقابل الثاني أكبر من العائق اللي هو 51-49 الشيء آخر أن القانون المحروقات يتكلم على إمكانية البحث والتنقيب في الساحل خاصة بين بجايا والسكي كده وهذا لأن الاحتياط الموجود في الصحراء الآن بدأ فيه لأن الخفاض خاصة في مجال الإنتاجي الإنتاج القل يعني نقص في مجال النفط والغاز لكن لا نتكلم فقط على فقط التنقيب والاستخراج الإشكال في التحفيزات التي وضعت في هذا المشروع القانون هي تحفيزات كبيرة جدا للأجانب خاصة لما نتكلم على التوطين البحث نذكر أزمة دول جنوب شرق آسيا في 15 جوان 1997 بدأ الإشكال وكان الإشكال الذي أوقع الأزمة في يوم واحد في 24 ساعة حيث أن رجل الأعمال جورس سوروس وروبر روبا كان عندهم الأموال التي تحتهم دخوها في الاستثمارات في دول جنوب شرق آسيا في 15 جوان لما سحبوا الأموال التي تحتهم بسبب الإعفاء من التوطين البنكي يعني خلق أزمة حطمة أكبر اقتصاد إقليمي في العالم يعني اللي نتكلم عليه هو اقتصاد دول جنوب شرق آسيا اللي يصبح أقوى تكتل اقتصاد في سنة 97 وبالتالي لابد يعني إعطاء توضيحات أكثر في هذا الجنوب لأن لازل القانون فيه بعض الغموض هذا هو بيستصيح نبحث عن توضيحات فيما يخص هذا المشروع القانون الجديد أستاذ مهما هبوزيان رأيك فيما يحدث بهذا اللغط الكبير حول هذا القانون المحروقات الجديد وهل صحيح ما يقال هنا وهناك على أنهم بعوا طروات البلد للأجانب شكرا أنا قبل ما نقول ما يحدث أنا يسمح لي أستاذنا ويعني أن نحييه ونحييه إخوانا في بشار وكل أسرة جامعية أنا أول شيء ينبغي أن أقول قولا في مقانون أستاذنا مع كل احترامي اللي تخصوا لأنه لا ينبغي أن نبني ونغذي هذا الحراك الاجتماعي ضد المحروقات بإفتراضات ينبغي أن تكون لدينا دلائل وأرقام الأستاذ لما تحدث على إعفاءات كبيرة في النظام الجبائي دعني أقول بمثال بسيط في كل مشاهدة أنت عندك محل ومحل في موقع ممتاز جدا ومغلوق حدمه وجاء لكراءه بينما الناس في الجوار أنه يكريو عندما تبحث تجد أن الكراء لك عرضه أنه مرتفع جدا هنا لما تكلموا بالفلسفة الجبائية الفلسفة الجبائية هل أنه لما تنقص وتدخل ولا تخلي المحل مغلوق وحد ما يجيك أنه نطلق من هنا الفلسفة التي جاء بها قانون المحروقات والتقييم أنه لما تتكلموا بالأرقام باش المجاهد يعلم باللي من تكلموش بإفتراضات أو بشعبوية في تقييم وهذا تقييم المسؤول عليه تقييم هذا في 23 دولة إفريقية وفي الشرق الأوسط دولة تقاوية الدولة الأعلى في الجبائية البترولية هي الجزائر اليوم لدينا قوى صاعدة لا نتكلموا اليوم عن موزنبيق وتكلموا على جنوب إفريقيا وتكلموا على السنغان الآن نحن بالنمط هذا سوف نوضيع مش نروح الأوسط أو أسواق بعيدة نوضيع أسواقنا أسواقنا تقييم نضيعوها لأن هناك ساعدين جدو ورح نجي نتكلم على المكامل البحرية لماذا نتكلموا اليوم على التهديد الخاطر اللي يجينا من المكامل البحرية ما يسمى بيه طورة غاز شرق الموتى وسط الفلسفة اللي يجيبها القانون هو خفض الضريبة من الضريبة المنفرة للاستثمار اللي خلاتنا ما دخلنا طغم حيل إلى لكن كما قال خفض الضريبة خفض الضريبة المحافظة على 41 ساعة 41-51 أول حجن تفاهموا في الضريبة الضريبة لم يتم تخفضها كما تم الحاديث عليه في وسائل الإعلام تم تخفضها بـ 65% الضريبة تم تخفضها من المستوى العالي 85% إلى المتوسط العالمي لم نقول المتوسط العالمي أن هذه الدول أنها تفرض نظام ضريبا بأقل نحن المتوسط العالمي حاليا رو بين 60% و 65% لذلك أن تفرض نظام ضريبا لا تدرك شيء غريبا أن كرحة المتوسط العالمي حتى تخلق المنافسة وتجذب الشركات مع الجرامكم مع القوى الصعيدة الآن لما نجاو يعني وموكنا قطعتنا لأننا نكلم كثير لكن هنا نجاو على قاعدة 41-51 الآن إخوانا لقبل الليظ سيبيع الثروة للبلاد هناك مزاوجة بين قاعدة مهمتين هم اللي يضمنوا لأن الدستور ويقول الثروة ملك للمجموعة الوطنية كيف نجعل الثروة ملك للمجموعة الوطنية أول حاجة الامتياز لا ترجع عقد كما في القانون الثاني أرجع حق الامتياز يسري على العقود الثلاثة لأنه مبدئ امتياز ما هو ملكية ما في باطن الأرض للمجموعة الوطنية وممثلها هو سنتراك معنى ذلك أننا نأتي كشركة عالمية نستثمر 100% التكلفة في الاستكشاف 100% على عاتف لكن لما نلقى البئر ونلقى المكمن مباشرة المكمن هو ملك المجموعة الوطنية وليسرطك بعد ذلك نمر إلى المبدئ الثاني وهو تقاسم الإنتاج تقاسم الإنتاج لا تقاسم 41-50 لماذا 41-50 حتى المشاهدة فمليه تقاسم أنه في مد العقود 30 سنة لا يجب أن يجب أن تقاسم 49-40 لأنه مثال حقل بركي وهو الحقل الشهير الذي تم في ظلق قانوة 86 أنه تتم فيه وفق القاعدة 51-50 أنه في عقل تقاسم الإنتاج كم كانت النسبة كانت النسبة بين 24 وثمانية ثلاثة وثمانية 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 كل الشركاء الثلاثة في حقل ينتج 240 ألف برميل يومي هو 52 برميل يومي منذلك بقيت الإنتاج هو ملك المجموعة الوطنية ولذلك قاعدة 51-51 بالعكس لماذا لا تخيف الأجانب الأجانب لا يوجد مشكلة في الاستثمار أنه يذهب معك 70-70 لديه مشكلة ماذا سيربح معك ولذلك أنا أقول هذا العاقد لأنه تطال أنها نقول بالدرجة مكب شايفية حابة جي يعني حابة لوحنا رغم كل كيف أنه يقول لك بللي عنده مشكلة تحقل عندها فيه عندها فيه عندها فيه فقط 17 17 ألف برميل يومي وحبة جي باش نفهم الفلسفة الموجودة في الاستثمارات في الحقوق التقاوية لابود نفهم ميكانزمات العمل وليذلك أنا نقول يزم المواطنين ومشاهدين يعرف مليح بأن هذا الثانون مجيش باش في بيع الثروة الوطنية أنا قلت نحق الامتياز للمجموعة الوطنية ومجيش وأيضا أنا الآن رح نوصل للنقاط يعني مختصرة باختصار فقط لأنه الوقت يدهمنا ونركز على نقاط معينة بهالمشاهد يفهم 13 عقد 13 عقد فقط منذ 2005 12 عقد منذ 2005 هذا حقيقة وهذا رقم حقيقي 13 عقد يعني في المجال كل من كم يعني المناقصة أكيد في كثير من المناقصات مناقصات أعلنت عليها الجزائر البحث والاستكشاف لم تعد مجدية ألا يجدر بالجزائر أنها تبحث عن مخرج عن طريق مشروع قانون جديد يمت تسهيلات أكثر على الأقل بهنضمن تواجد عدد كبير من الشركات في الجزائر لأنه فيه منافسة كبيرة مع بلدان أخرى في الحقيقة كانت 67 مناقصة وصبحت من بعد 13 عقد هذا الذي فقط والإشكال المطروحة كانت مطروحة القاعدة 51 49 يعني الأستاذ على بله والأستاذ يتكلم من الاختصاص نتعى الاختصاص الطاقة نتكلم من الاختصاص الاقتصاد المحد لما نقول احنا التخفيضات نتعى الضرائب صح الضريبة لما تكون ضريبة منتجة نقول أنك تخفض ضريبة من أجل إنتاج ضريبة أكبر لكن الإشكال الغموض موجود الآن نخفض الضرائب أنا منش نقول كما قال الأستاذ ربما وجه مباشرة وقال أحكاين تهم أنا منش من الناس لا تهم باللي قال بيعوا البلاد وإنما نقول باللي القانون لحد الآن غامض لأن الضرائب هذه لنعفو منها الأجانب ماذا ستنتج من بعد قصنا نوضح لأن ممكن فيه ضرائب أخرى التي تقدم مستقبلا لخاصة في المجال الإنتاج ضروري جدا لأن لما نتكلم على الجباية البترولية عدنا بيئر طعنف اليوم مثلا نقول اليوم رو 58 دولار ما شنقول 60 دولار 60 دولار 58% منه يذهب إلى الخزينة العمومية يعني حاب نقول كل الشركاء يطلقى لهم 15% بما فيه مصنطراك يغطيوا بيها التكاليف وأيضا يتقاسمون بالأرباح هل أن نشوف بالبنطق هذا حتى سنطراك في حداتها راه متضررة معنى ذلك أن كل اقتصادنا والجباية التي تأتي 58% يعني أنت غدوة 50 دولار يروح إلى 51 دولار يروح الخزين وأنت والشركاء يقول 8 أو 9 دولار يغطي التكاليف لذلك الفلسفة التي جاء بها القانون هو أو هو خفض ضريبة كما نستكلم الطاقة هي اقتصاد نعرف المبادئ ونعرف المبادئ التي تقوم عليها الجباية العادية أو الجباية البترولية المبدئ الأساسي الآن الذي كنا استعمل به وهو توسيع الوعاء الضريبي أنك ينبغي أن تبيع أكبر لتحق أكبر أقدر من المداخير ليس أن تبيع أقل بجباية أعلى معنى ذلك في النهاية عندما تكلم كما قال أستاذ السؤال حول مقدار الجباية عندما تجلب الأجانب بهذا المطاقة وليس تغفير أو تضعها في المستوى العادي الدولي العائل متوسط وتجرب وتكون عندك نرجع فقط مثال لذلك لما تم إقراء قانون 86 مباشرة بحث السؤال رغم كل الأزمة في العالم الأزمة الاقتصادية الأزمة الطاقوية كذلك أزمة في الجزائر مع الفتاح السياسي أكبر 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 يعني جاذبية في الحقول النفطية كانت حققتها الجزائر أنا ذاك في 1991 في سنة 1991 وفقا لقانون 86 الذي بنى وعمل وفقا لتشجيع مبدأ تقاسم الأرباح أنه حققنا كانت الجزائر أكبر دولة حققت أكبر جباية على مستوى الحقول النفطية في العالم ولذلك بهذا المنطق أنا نقول هذا هو المنطق الجبائي أنك كيف تجذب شركاء وكيف ترفع إنتاج لأننا هنا كنشقين لأننا تلمي ترفع الإنتاج أو ليس فقط بشتحق الجباية لأننا ترفع الإنتاج حفاظا على الأمن الطاقوي لأننا نعود نقول يا ناس يجب أن تفهمنا نحن في سنة 2017 بالاستهلاك الحالي ما نزيده في الفلاحة ما نزيده في السنة بالمعطية الحالية سيكون لدينا عز على التصدير لذلك نتلمي الآن دير قانون وتذهب بالسرعة القصوى نقول سرعة القصوى لإقراره وبداية إمذاء العقود خاصة في الاستكشاف لماذا تذهب إلى الاستكشاف؟ معنى ذلك البحث على مكامل أخرى كبيرة التي تزيد من مكاملنا من احتياطاتنا وأيضا لجلب تكنولوجيا عالية بغية الرفع من قدرات الاسترجاع لأنه الآن حق الحاسم سعود متضرر أو تراجع بال30% حق الحاسم سعود متضرر لذلك أن نقول الآن هناك تكنولوجيا مستعملة أنك تخلي ميلاد أنا نقول ميلاد حق الحاسم سعود جديد وحق الحاسم رمال جديد مع ذلك أول حاجة أنه نرفع طاقات ترفع طاقة في الإنتاج مع الشركات أنك تستفيد شيئين أنك الآن تستوفي حاجاتك وتبقي على القدرة على التصديق وترفع من الضرب إذا ترى كلمة بركة أخي هنا أنا نقول لكل إخوان اللي يقولوا بلي نسحب أتباع البلاد أنا نقول في الخارج إلى تأجيل لمصادقة القانون أنا نقول للأسف توفي يتسبك في هضر في هضر طروات البدل من المثال بسيط الآن إذا كان عدنا اليوم ونمضي القانون وقدوة نبدي أمضاء العقود ونبدو استكشاف كل الناس يعرفوا بلنقدروا ريكي بيري والوضعية ستين ستين وريكي بيرابل قبل سبع عشرين لكن لو نروحوا بالمنطق هذا يعني نحو فين عشر فين عشر لجل نبيع في وضعاتنا ندخلوا المنطقة الحمراء أحدث عن دقيقة تحدث عن منطق انتظار انتخاب رئيس جديد شرعي وانتظار الأمور فيه الكثير أستاذ مختار علالي فيه الكثير من هذه الأصوات يقول لك خلي مشروع قانون المحروقات الجديد حتى ننتخب رئيس جديد وعننا الوقت بهن نطرحوا هذا الموضوع مداخل تعميزانية الدولة 97% تقريبا نجي من الجبال البترولية لما نخفض منها أستاذ يكون مقتنع لأن القانون واضح قانون المحروقات أنا درسناها باللي فيه عدة تخفيضات أنها تأثر على مداخل دولة كم تخفيضات قول عليها تخفيضات التخفيضات كبيرة كم هي وكمها تطع على هذه الرقم لا الرسم على القيمة المدافع لا الطاب هذه كلها لا يقيمتها بسبل الضريبة نيقلي جابل يا أخي نيقلي جابل يا أخي الكريم ما نوزيع أو نيقلي جابل نحن نضرب أعطي لي الرقم أستاذ لو كان نخفض أستاذ أنا أخليك تحدث مدام راح تصحح لي كين كين حاجة تفهموا لي أنا حاجة أنا كاتيغوريك فيها مدام راح تصحح لي أنا منظر القاطع يكون قولك صحح لي وعطي لي الرقم ما عليش أخي قولك صحح لي نعم بالنسبة للجباية البترولية للشركات الأجنبية لأننا ما نحدهاش الآن لأن الإشكال وين تحدد القيمة المالية لما تبرز العقود لأننا لما نتكلم تخفيض الضريبة والرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني بالنسبة للشركة الأجنبية مينجي ما نقدرش نحده شي ما زال مجرد الشركة ها كل لما تحقدي لا أستاذ أنا أستاذ ما نعرفهاش هاي هي أعطي هالي قول هالي لا تقدرش تقول هالي لأن لحد الآن العقود ما تمتش راني ما زال نتكلم على قريم الحلقات لا تحدث على خيال تقول خفضوا الضريبة راني نقول لك لأن الإشكال أنها من توضع في بنود العقود ستوضع مع الشركة الأجنبية أنها تخفض لها الضريبة يا أسر الله يعطيك الخير تقول خفض كبير نعم نحن في القياس تقول كبير أي قيمة أعطيها لي يا أخي الكريم يا أخي القيمة لما نتكلموا إحنا تقول كبير و صغيرة لما نتكلموا على الجباية على الأقل أنها تبتل تقريبا 15% من الجباية البيترولية إذن هذه أيوة 15% من 97% من ميزانية الدولة وما معناه المداخل ميزانية الدولة معناه أنك تتخفض قيمة كبيرة من ميزانية الدولة كيف تغطي الإشكال أنه عندنا عز في ميزانية الدولة لفاق 15 مليار وين بغي أنت تمشي بها؟ بهذا الإشكال نحن لما نتكلمه لأنك نتمنى الناس اللي حضرت القانون سنرمال تدفع لي بهذه الطريقة ولكن نحن باش نتكلم عنه في جانب آخر مدامك أنت مختص في الجانب الطاقوي علش ما تتكلمش قال نمشوا للتنوع الاقتصادي للطاقة الشمسية طاقة الرياح لا ركب تقولي عن التكلفة معروفة في العالم أن التكلفة مرتفعة ولكن في الفترة الحالية من بعد سنستغلوها مثلا لما اكتشفوا الغاز مثلا في تندوف نمشوا لإستثمار نمتع الحديد مثلا النحاس الذهب الألمص يعني المعادن والتروات موجودة لماذا نحن فقط نمش نركزه فقط على قانون المحروقات الممتع لا دعني نكمل لا دعني نكمل هو الإشكال في قانون المحروقات هذا يعتبر في جانب سيادي يعني قطاع سيادي هذا قانون المحروقات من الأفضل أنه يؤجل لما بعد الانتخابات باش ما نربطوش الرئيس المقبل نربطوه مرقبا يجي يلقى عقود مع أجانب نحن ما نعرفوش الفلسفة اللي رح باغيها الشعب من بعد اللي هو هو اللي ينتخب الرئيس خصنا الحسار مو القاعدة الشعبية نظر كي لا نتكلموا نحن رانا باغينا نرافق الشعب ورانا باغينا باش نوصلوا ما يريده الشعب ومبعد في الأخير نلقوا الشعب نحن بطلنا بقانون المحروقات لا يا أخي نحن مانش نقولوا لك باغي تبيع البلاد ولكن لازم القطاع السيادي لحدها رئيس يكون منتخب والإشكال الثاني لما نمشو كذلك إلى قوانين أخرى كذلك في القطاعات السيادي نحن نتكلموا فقط على قانون المحروقات نحن الإشكال أنه من بعد التأثير المتاح أنت رك تتكلم لأنه سيقول لك قانون المحروقات هذا سينفذ بداية من جوم في 2020 من جوم في 2020 متنخفض ميزانية الدولة ما عندك شمداخل أخرى المداخل اللي كانت عندنا في الجانب النفطي في الجانب الغاز صح الآن من بعد من تمد تحفيزات هذه حتى سوناتراك ميبقاش عندها تأثير كبير يعني من نجيب عها إكسون موبايل ولا شارل ولا بريتش بيتروليوم يعني الشركات العالمية وانتوا اللي تبانوا سوناتراك ومن بعد تقول لي بليها في الإنتاج في الإنتاج من بعد تبقى التكنولوجيا تلعب دور وهذه الشركات العالمية اللي يسيروها ناس رأى عندهم كذلك يعني تمشي الشركات العالمية البترولية معروفة في العالم حتى في الجوسس العالمية يعني إحنا لازم تكلمه على كلين يمكن لك الإجابة عن تساؤلات الأستاذ وحتى تساؤلات العدد من المواطنين اللي يقول لك أنه هذه الحكومة من المفروض أنها لا تناقش هذا القانون مشروع قانون المحروقات الجديد شكرا أنا بداية إذا منتفقوا في حاجة لي لأنه إحنا لما مصادر الدخل أنا أقول لهم منتفقش مع مجمل الذي يتفضل به الأستاذ لأنه ما عليش أن ننطلقوا سديم العمو ما عليش هدارين يتعطينا رأيين لا 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 ننطلق مدام أنه كل الناس ستكلموا على التنويع الطاقوي لكن نجعلنا التنويع الطاقوي هذا وهم ما عليش ستكلموا على التنويع الطاقوي والاقتصادي لأنه هذا المشكلة وهم والناس كل مكبدا على سوناتراك ولما سوناتراك ولما وزارة الطاقة دير حاجة الناس كل يقول كلها توقف أنا أقول للأسف نحن الآن نحقنا مرحلة يجب أن نفسر ما بين التقني والسياسي أنه قانون محروقات إذا حبينا نحافظ على ثروات البلد وحبينا أنه حقيقة نقوم بنقلة اقتصادية من خلال التنويع الطاقوي لابد أن نحرر سوناتراك ونحرر قطاع الطاقة على الحموم من سيطرة السياسي نحن الآن الحراك مع كل مفخرتنا بالحراك لكن نحن كجامعيين وكنخبة ينبغي أن نقود الحراك ونوضح للحراك بأنه هناك أمامنا مأزق اقتصادي ومأزق طاقوي إذا أردنا أن نتحدث عن الشرعية الشرعية في فلسفته هي شرعية هي كل متكامل الآن كلنا نتحدث عن حكومة غير شرعية غير ذلك طيب معليش من تكلموا أن الحكومة لما عندها حق أنها تصدق على هذا القانون أو تناقشه من تكلموا عن الشرعية خلينا نفتح الباب الشرعية الشرعية هي كل ولا تقبل تجزئها لذلك أنا الآن بالنسبة لي في مفتاح الطرق لابد أن مفاضرة بين الاحترام التقني واحترام أهل الاختصاص ومن وضع القانون وأعتقد أي رئيس منتخب لا يمكن إذا أرأك أن رئيس منتخب حقيقي حقيقي أن أقول حقيقي لا يمكن أن يتجاوز الخبرة وخبرات الجزائر الكامنة في كل القطاعات سوى طاقة واقتصاد والتي وضعت هذا القانون الذي يفترض أن يدعم هذا الرئيس لأنه هذا الرئيس لا يحتاج أول حاجة لأنه قبل أن يتكلموا ما يتكلموا عن الشرعية أنا لم تتكلموا عن الشرعية وضعت هذا القانون في حديث عبر ما وقع التواصل الشمعي يقولوا هي الشركة الأجنبية هي التي أملتها وضعت هذا القانون لا 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 لا��نا وزير الطاقة يقول أننا استشرنا شركات الأجنبية يا أخي الكريم يا أخي الكريم نكمل لك نرجع لك النقطة شرعية هذا ملفة يجب أن نعطي له حق عندما أتكلم عن الشرعية إذا كان الآن نلتزم مع كل الحركة الوطنية بالشرعية ننتخبه رئيس رئيس يذهب إلى تغيير الدستور لأنه دستور العصابة بعد الدستور نذهب إلى تغيير القوانين العضوية آلية قانون انتخابات وقانون الأحزاب بعد ذلك أنه نذهب إلى الانتخاب بالرامج لأنه هناك حتى مرشح رئيسيات هل تقصد الوقت؟ الوقت طويل لناقش هذا المشروع الآن أنا النقاش إذا كانت تكلمه سياسة ومن بعد غدوة لم أجدوا ما كانت في جيوبنا أنا أتعاطي السياسة التي الآن لدينا منظور لابد أن يكون مشكلة أمان من الزمن على الجوة أنا بالنسبة لأي سياسي لا يعطي الاعتبار لهذا المنظور أنت تقصد أن الوقت الوقت يداهمنا لا يدهمنا ندخلنا منطقة الخاطر يا ناس الوقت الآن يجب أن نروح لازمنا نقع هذا القانون ونمشي 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 ونقول تكميل هذه تكميل هذه الفكرة الأساسية الرئيس الذي يأتي أو عنده أشغال كبيرة يجب أن يديرها يجب أن يروح ويراجع نموذج اقتصادي للبلد لكي نراجع نموذج اقتصادي يجب أن نعرفه مدخيلنا أنت الآن أنا دفاعي أو دعماً لهذا الرئيس الذي يأتيه يجب أن يكون عنده منظومة أنه قائمة لهي المحروقات ومستقرة وتشتغل تدعم هذا المنظور جديد اقتصادي يجب أن ينبغي النذب لمراجعة النموذج الطاقوي هذا يحتاج أنه لكن لما نروحه رئيس سوف يفتح كل الورشات أو هنا لدينا مصدر دخلت على الجزائريين لا يوجد خطر أي سياسة هاته التي نطعطها عندما نتحدث عن تصريح سيد الوزير أنا بالنسبة لي أنا لا أعرف سيد الوزير لكن أنا لا أعرف بالموضوع أقول لي مثال بسيط أنت سي هارون لديك سوبيرات محل لديك شركة كافية لكن أنت في موقع ممتاز وكذا وغيرها لكن أنت عندما يأتيك أنت تسقسي الناس يقول لك أنت الأعباء مرتفعة عندكم متدخلين بك يدخل أخوكم بالعمكم وكل شركة تذهب أيضاً تسأل جيران يقول لك أنه ليس مثل واحد وهذا الأخر هذا هو السبب يتعلم جزائر تصص بهذه الشركات أنا أريد أن أقول طبيعة الاستشارة هذه هي الاستشارة التي تمت ومعها حتى خبراء جزائريين داخل وخارج تتعتقوا لذلك أنا أقول بأنه الآن ما هو مطروح ما هو مطروح هو انتقاس لجزء من الحقيق لذلك يجب الآن يجب كل واحد فينا يكون صريح مع نفسه ويقول الحقيقة كاملة للمشاهدين جيد هذه هي الفكرة الفكرة أنه الوقت داهمنا لازمنا نمشي العقود نوقع العقود مع الأجانب لأنه مصدر دخلنا في خطر وهذا هو المشكل نحن نريد أن يجعلنا في قوقع على الاقتصاد الريعي نحن نرى الجيران المغرب وتونس لا لديهم نفط لا لديهم غاز لا لديهم نفط لا لديهم غاز هذا أمر الواقع هذا أمر الواقع نحن نعيش مع البترول بصحة الإشكال هل يمكن أن من العمل الجاي نخرج من الاقتصاد الريعي؟ لا لا يمكن نرى يا أخي لدينا السياحة ودينا أفضل من المغرب وتونس لكن هذا الشيء تتكلم عنه أستاذ السياحة وما إلى ذلك هذا مشروع 30 سنة لا 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 مباشرة نحن نقدر ندخل فيه يعني في مرحلة استعجال نقدر نديره لماذا؟ نحن ندير فقط التؤامة بين البلدية الجزائرية وبلدية العالم المتطورة في الجانب السياحي تشوفوا مثلا ماليزيا سنغافورة تركيا وفي المغرب في تونس على الأقل نطوروا هذا الجانب لماذا؟ نحن فقط نقعد في القوقع عن تاقتصاد الريئي حدت نفط والغاز في المنظمة العالمية التجارة نفط والغاز في المنظمة العالمية التجارة هم يسعروا ما أعتبرنا شهد تسلع لأنه سريع النفاذ ممكن غدوة من غدوة قال ما كانش نفط والغاز جيد في ختام الوقت دهنا ماليش أترك لكم كلمة في الختام آخر كلمة في الختام أنت تعلم أنه هذا المشروع القانون سيمر على المجلس الوزراء اليوم وفيه الغط في الشارع أستاذ حاول يعطينا بعض من الأفكار لتبرر لماذا يدهب بسرعة لهذا المشروع رأيك في الأخير ورأيك محترم أولا رأيك اقتصادي ورأيك مترشح للرئاسية في الحقيقة لو كان يصادقوا عليه مجلس الوزراء نستحب من اتخابة الرئاسية جيد أستاذ شكرا أنا أنت لخم نقطة هذه أنا بالنسبة لي ما يطرح الآن هي سياسة سياسة وهي نقول عبارة جنسر دو كوميرس مترشح للرئاسية وتسمح للأستاذ لأنه ليس بركة الأستاذ كثيرا المترشحين تصرحوا منذ أسبوع بنفسها لأنه خطرها هي أن يرى طبيعي أنه مترشح يخبره المذيبية يجعل القانون لكنه لا يدرك حقيقة الجحيم الذي ينتظره ومطالب الجزائري كنا نقول أنا مذيبية أنا الآن أتكلم محروقات رغم أني أنا من المدافعي ومذيبية نجد بلد كل طاقات متجددة أنا الآن هذا ندائي ليس فقط الأستاذ لدائي كل النخبة الجامعية من يتحدث عن التنوع الطاقوي بالسنة المقبلة 2021 مذيبية أنا هذا نداء لكل يقدم لي نموذج داعه ونمشي معه وشكرا شكرا جزيلا لك أستاذ مهما بوزيان خبيري في الملف الطاقوي شكرا مصول أستاذ مختار علالي أستاذ القانون بجامعة بشار